بسم الله الرحمن الرحيم الطفل منذ الولادة حتى عمر سنة والفيتامينات اللازمة للاطفال من البداية خالص اللي حنبتدي بالفيتامينات من الاول خالص ولغاية عمر السنة حنمشي تدريجي مع تغذية الطفل ونهتم ازاي بتغذية الطفل ونحسن ازاي تغذية الطفل اتمنى يبقى صوتي واضح معكم واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي الموضوع متاعنا هنتكلم على الاطفال الطفل قبل ما يتولد احنا عايزين الام جدا تهتم بالفيتامينات اللي بيكتبها لها دكتور النساء اللي متابعة للحالة بتلتزم بجميع الفيتامينات عشان يتوفل لنا طفل صحي طفل متعافي طفل جيد لنا جدا في المجتمع نبقى مهتمين به وبصحته ويبقى مثال جيد لنا في الحياة الاجتماعية بننصح دايما للامهات ان في اخر 3 شهور ان تاخد من ضمن التغذية بتاعتها تاخد الامجا لان الامجا مهمة جدا للاطفال بتحسن تغذية الطفل فيما بعد بتحسن الادراك عند الطفل فيما بعد بتحسن النمو العقلي والزهني للطفل فيانتو بلينا طفل عقليا جيد زهنيا جيد ما عندوش امراض ما عندوش فرط حركة ما عندوش تشطط انتباه ما عندوش للتوحد ودي مشاكل كتيرة بقت تظهر عند الاطفال مشكلة التوحد ونتبتدي يعني من الحاجات اللي بتساعد ان الامجا اللي بيكتب على دكتور النسا المتابع للحالة وفي اخر كلام كمان ان احنا يفضل نتأخر شهر ناخد اللاكتوباسيلاس بكتيريا الامجا تاخدها في منها ساشة متوفرة في الاسواق اللاكتوباسيلاس بكتيريا مزيتها ان هي بتحسن الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي يعني الاكتمال بتاعه ودي بتبقى مهمة جدا للاطفال لو نزل لقدر الله طفل مبتسر فالطفل المبتسر لو دخل حضانة لقدر الله عز وجل بتبقى الجهاز الهضمي عندو الحمد لله عن طريق اللاكتير فورت اكتمال الجهاز الهضمي ما يحصلوش اي مشاكل يقابل حضانة ما يحصلوش التهبات في الامعاء او مشاكل في الامعاء او يحصلو نيكروتايزنج انتيروكولايتس اللي هي المعروفة لينك اطباك فكده بنحافظ على الاطفال جدا بعد ما تولد الطفل الحمد لله بقى بصحة جيدة وطفل سليم متعافلين نهتم جدا ونأكد على الرضاعة الطبيعية ثم الرضاعة الطبيعية ثم الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية الاساس الرضاعة الطبيعية ونهتم باول خمس ايام من الرضاعة الطبيعية اللي هو بينزل لبن السرسوب اللي هو غني جدا بالكلوسترام اللي هو لبن السرسوب غني بجميع الفيتامينات والمعادل معادل اللي بتفيد الطفل جدا وترفع مناعة الطفل وهي دي المناعة اللي بيعيش عليها الطفل مدى الحياة عشان كده بنعايز الأمهات في الرضاعة الطبيعية تبقى هادية ما تتوترش خلص أثناء الرضاعة الطبيعية ما تقول لش يا دكتور طب انا جيب لبان صناع لا يا فندم ده خطأ جدا انت جيب قلقية لبان صناعية انت بنأكد عن الرضاعة الطبيعية هي الأساس و بنستمر على الرضاعة الطبيعية و الرضاعة الطبيعية مفيدة جدا وهي الاساس لكل حاجة بنمشي عليها هنستمر على الرضاعة الطبيعية حتى اربع شهور واحد وعشرين يوم خلال الاربع شهور واحد وعشرين يوم بعد كده بنبتدي فطلة الفطام اللي احنا هندخل خلالها الاغذية الخارجية واحنا بندخل الاغذية الخارجية من برة يفضل ان احنا نعملها الاول في البيت يعني نجيب طف حية على جزرايا على طفاحة على نعمل طفاحية مسلوقة ومهروسة على بطاطسايا على جزرايا على كسايا على فصويا نسلوقها ونضربها في الخلاط ومعها تاة اربع معها رز مسلوئين ونضربهم كلهم في الخلاط ويبقى ده غيزة جيد للاطفال ويبقى غيزة جيد للاطفال نبتدي فيه نبتدي فيه ندوى الطفل ياخد معلقتين هيبقوا جيدين جدا للطفل بعد كده بنبتدي نزيد تدريجيا نيجي على الشهر الخامس او ما بين الشهر الخامس والشهر السادس ممكن ندخل السريلاك بمختلف انواع وطبعا بنفضل ان احنا بندخل السريلاك بتاعنا دايما اللي هو بيبقى بالرز وبالامح الرز والامح اللي بيبقوا في البداية في الاول بنبتدي ندوى الطفل في مرحلة الفطام ازاي يبتدي ياخد التغذية متاعته بعد كده هنيجي على الشهر الخامس بنستمر على ذلك بنيجي على الشهر السادس بيبقى الطفل الحمد لله بقى احسن هنيجي ندخل له صفار البيضة المسلوة ونسلوها ونهرسها له ونبتدي ندهاله وندخل له البليلة والبليلة اهم حاجة شرطي فيها يا جماعة ان احنا ننقع البليلة يوم كامل وبعد ما ننقع البليلة بنسلوها وبعدين نديها للطفل مضروبها في الخلاط بتبقى غزق جيد جدا ومفيد جدا للطفل وبرضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنأكد عليها نجيب ممكن نجيب الفول المدمس ونعمله في البيت ونقشها للفول المدمس وندي له الطفل من داخل اللي هو الفولة من غير شريطها ونهرسها للطفل ويبتدي الطفل ياخدها تغزية جيدة من الشهر السادس حنيجي على الشهر السادس حنيبتدي ندخله بقى كبدة مهروسة بالاضافة للتغزية مع الرز مع الخضار بتاعه فص الظهر مسلوق ومهروس فص الظهر بتاع الفراخ طبعا مسلوق ومهروس فمدخله للطفل بيبتدي الطفل يتعود على الاكل يبقى من المس أصبح اكتر سماكة بالنسبة له ويبقى تقيل شوية على الطفل ويقدر يستصيقه بعد كده حنبتدي على الشهر السابع نبتدي نديله بقى حاجات صوابع حاجات صوابع يعني نديله بطاطس مسلوقة صوابع يبتدي عضعت فيها ممكن نديله حتة خيارية مقطعينها صوابع كذلك يبتدي يعضعت فيها جزرية مقطعينها صوابع يبتدي يعضعت فيها فيبتدي يأكل منها يبتدي يتعود عليها اكتر ويبتدي التغزية بتاعته افضل بعد ما دخلنا الحاجات دي حنيجي على الشهر السابع الثامن. هنبتدي ندخل فصل ظهر بتاع الاسماك. اه سواء مسلوقة او اه مشوية. نهرسها مع الرز للطفل. ونبتدي نديها للطفل اه تدريجي يبتدي يأكلها اه كذلك. احنا كده دخلنا على الشهر السابع. وقلنا التغذية فيه. على الشهر الثامن والتاسع. نمكستمرين على نفس التغذية. على الشهر الثامن يبتدي ندخله الزبادي. والزبادي تبقى طبعا نشيل وشها وتبقى لايت خفيفة على الطفل. ويبتدي الطفل ياخد 3-4 معالق زبادي. 3-4 معالق زبادي جيدين في الاول ونزود تدريجيا للطفل. على الشهر العاشر نبتدي الطفل يقعد معانا نقعده معانا على ترابيزة الصفر. يبتدي يدوق معانا من الاكل اللي احنا بنكله. يبتدي يدوق من هنا. يدوس معانا. ايه يهبش بيده. ياكل بعانا. طبعا يعني حيلغوص شوية وده عادي خالص. حييجي عشان على عمر السنة يبقى الطفل آآ خلاص. آآ ابتدى ياكل معانا في العلق آآ ترابيزة الصفر. بقى طفل بياكل زينا زيه. وعلى السنة طبعا بنيبتدي اندخله اللحوم آآ الحمراء. ما فيش اي مشكلة خالص. يبقى دي التغذية الجيدة لابننا. وابنتنا ودي تغذية جيدة للاطفال آآ جيدة جدا. طيب. النقطة اللي احنا هيتكلم عليها بعد كده. المراحل ادخال الفيتامينات برضو من آآ من عمر البداية. اول حاجة فيتامين دال. ده من بعد ما الطفل بيتولد مباشرة بنبتدي فيتامين دال. بياخد آآ ربعمائة انترناشوريوت واحدة. يعني بياخد اربع نقاط من الفي دروب. ده للاطفال المكتملين. طيب لو طفل مبتسر. لو طفل آآ مبتسر. الاطفال المبتسرين آآ ممكن الجرعة توصل من ستمية الى تمنمية. والاطفال اللي عندهم مشاكل في الكلا كذلك. والاطفال آآ كذلك غير اللي عندهم مشاكل في الكلا واللي عندهم مشاكل في القلب. والمبتسرين فهم التلاتة دول بيفضل. ان احنا ندخل لهم الجرعة بتبقى من ستمية لتمنمية يعني ممكن من ستة الى تمن آآ نقط. ده فيتامين دال مستمرين معنا حتى عمر آآ سنة. في بعض المدارس حتى عمر سنة. في بعض المدارس بقى بتتكلم ان احنا عن نيجي على الشهر آآ الرابع. ومن الشهر الرابع للشهر السادس نبتين ندخل كالسيا مساعد مع فيتامين آآ دال. ودي بعض المدارس طبعا ايه هم مدرستين والمدرستين اللي هم كل الاحترام آآ معانا والمدرستين ما فيش اي مشكلة خالص فيهم. برضو الحديد. الحديد آآ لو الطفل آآ ماشي طبعا على الرضاعة طبيعية. بنيجي على الحديد لو الطفل مبتسر. لو الطفل آآ مبتسر او طفل مكتمل النمو. لو طفل مكتمل النمو لو دينا له حديد اللي هو الانواع الموجودة في السوق زي الهايدروفرين او الانريتش. بنديله نص نقطة لكل كيلو. نص نقطة لكل كيلو. طب لو طفل مبتسر يبقى نقطة لكل كيلو. نقطة لكل كيلو. هنستمر في الحديد لغاية آآ سنة كزاليك. ونهتم بالطفل. في بعض المدارس اللي هي بتفضل ان هي يبقى بتدي مجموعة مالتي فيتامينز. فيها فيتامين بي وفيها زينك. ومعها الحديد من الشهر الخامس السادس برضو. ودي مدرسة برضو جيدة. يعني هزيه مدرسة وهزيه مدرسة والاتنين آآ مفيدين جدا لاطفالنا ويجيدين جدا آآ ليهم. آآ الامجا وما يعني وما لها من فوائد متعددة بترفع مناعة الطفل. آآ الامجا غير ان هي فايدتها في رافع المناعة. بتحسن آآ نمو الخلايا. بتحسن النمو الزهني والعقلي عند الطفل. بتحسن الابصار عنده. بتحسن الريتنا. بتحسن الشبكية. بتحسن الادراك عند الطفل. بتقلل لنا طبعا ان الاطفال يبقى عندهم آآ مشاكل فيه ما بعد اللي هو فارط الحركة وتشتت الانتباه. والمشاكل متعددة عند الاطفال او مشاكل التوحد. آآ الامجا جيدة. ممكن نبتدي الامجا من الاول خالص في كزا نوع امجا متوفر في السوق. ممكن نبتديها نقط. وبنبتدي لغاية الشهر السادس. ومن الشهر السادس لعمر سنة بنكمل على الامجا. ممكن على آآ ممكن آآ الامجا برضو نبتديها فوق ستة شهور. آآ ايهما آآ تمام ومزبوط. آآ كده الاطفال آآ جيدين التغذية آآ آآ الاطفال آآ جيدين. اتكلمنا على الفيتامينات. اتكلمنا على التغذية بتاعتهم. آآ بننصح جدا الاطفال والامهات ان هي تعرض الاطفال لاشاعة الشمس. اشاعة الشمس مفيدة جدا. اشاعة الشمس آآ مفيدة جدا. آآ وانعرض اطفال لاشاعة الشمس من خمستاشر لعشرين دقيقة. من خمستاشر لعشرين دقيقة. من الساعة احداشر حتى الثالثة عصرا. من الساعة احداشر حتى الثالثة عصرا. طبعا انا شايف آآ في بسم الله ما شاء الله في كمية اسئلة بتادي تخش علينا. آآ بعد هنبتدي نجاوب عليها بعد ما نكمل الموضوع بتاعنا. هنبتدي نجاوب على اسئلة اتباعا بمشيئة الله عز وجل. آآ مهم جدا الاطفال نعرضهم لاشاعة الشمس. عشان نحافظ على نمو الاطفال آآ بتاعنا. نموهم يبقى صحيا جيد. ما يحصل لهمش لينا عزاب. ما يحصل لهمش اي 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 اه مشاكل. من ضمن الفيتامينات هنتكلم عليها. ازاي نتلاقاها في الاكل. آآ فيتامين دال هو موجود في الالبان. موجود في الجبن. موجود في الزبادي. موجود في المكسرات. موجود في آآ الفايدة الاعظم. طبعا ان احنا نتعرض لاشاعة الشمس. وده اللي ما اللي بيهمنا في فيتامين دال. الحديد موجود في عدة اخذية مهمة جدا. موجود في الكبدة. الحديد موجود في الرومان. موجود في البنجر. موجود في السبانخ. موجود في البازنجان. آآ فدي الحاجات الموجود في البلح والطمر ودي الحاجات المهمة جدا المفيدة جدا الاطفال بيتغزوا عليها عشان يبع عندهم نسبة حديد جيدة ونسبة آآ فيتامين آآ دال وقلنا التغذية بتاعتها فيتامين بيه هو موجود في اللحوم في موجود في الخضروات الطازجة والخضروات الطازجة اللي هي الالوان الداكنة زي الفلفل الرومي زي البروكلي زي آآ آآ الطماطم ده مجموعة فيتامين بيه موجود في المكسرات كذلك موجود في آآ اللحوم والدواجن فده فيتامين بيه آآ من الحاجات طبعا الفيتامين بيه من الفيتامينات المهمة جدا للتغذية آآ بتاعتنا الزنك وهو المسؤول عن المناعة ويفضل ناحنا ندخل الزنك الاطفال وده كلام مهم جدا من الشهر السادس ندخلوا آآ اتنين ونصف سنطين من اي انواع الزنك الموجودة في آآ السوق وفوق آآ سنة بندخل خمسة سنطين مديها للاطفال آآ بيرفع الزنك بيرفع المناعة بيحسن التركيز عند الاطفال بيحسن التنبيه بيحسن النمو بيحسن الادراك بيرفع مناعة الاطفال ضد الامراض الفيروسية والامراض آآ البكتيرية اللي مهمة جدا 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 لاطفالنا آآ عن طريق رفع مناعتهم عن طريق الزنك آآ آآ تكلمنا على الفيتامين بيه الفيتامين دال الزنك آآ الحديد. كده اتكلمنا على معظم الفيتامينات المهمة جدا. اه للاطفال اللي هي موجودة في الغذاء بتاعهم. ونبتدي يعني نتفضل كده ونجاوب على الاسئلة الورد قدامنا كده اتباعا بازن الله عز وجل. اه في ناس بيشكرونا ربنا يبارك فيكو جميعا. فان نبقى الله يبارك فيكو. اه اول سؤال ممكن اسم ده وفاتح. اه اسم ده وفاتح للشهية لطفل ثلاث اعوان ووزنها ضعيف ومش بتاكل. اه وزنها ضعيف ومش بتاكل ديك نهتم ان احنا نعمل لها اه صورة دم كاملة ونشوف نسبة الحديد في الدم قد ايه? لان ممكن نقص الحديد هو يقدي الى فقدان الشهية عند الطفل واللي ما بيخليش الطفل يبقى بيأكل اكل جيد. لكن ممكن ندينه مجموعة فيتامينات بتبقى جيدة. اه بنصح بممكن ناخد فروبيلة. الفروبيلة ده عبارة عن حديد وزنك وبالمايكرو تكنولوجي وبطعم الشوكليت. لو اه الطفل ممكن ندينه معلقة في اليوم كل يوم لمدة اه تلات شهور. معلقة يوميا لمدة تلات شهور. اه هترفع تفتح شهية الطفل. وممكن ناخد معها كمان فيتابيلا لان مجموعة الفيتابيلا بتحتوي معها الحديد ومعها الزنك ومعها مجموعة فيتامينات بي. ومعها السلينيام المهم جدنا لتغذية الاطفال. اه فتح الشهية عند الاطفال. فممكن ناخد معلقة من كل واحد اه يوميا لمدة اه تلات اه شهور. وده بازن الله هيفتح شهية الطفل ويبتدي الطفل يخليه يأكل كويس. ممكن ندخل معها مكمل غذاء اه بينسميه زي بيت ياشور. بناخد خمس معالق على اه كوباية مية او لبن او عصير او زبادي. بناخد كوباية الصبحة وكوباية بالليل. دي من الحاجات الجيدة جدا برضو للاطفال لمدة تلات شهور. اه تمام يا فن بابنك اه تلات سنين. اه وزنه عشرة كيلو طبعا وزنه قليل خالص. المفروض اه التلات سنين يبقى متوسط وزنه تقريبا اربعتاشر كيلو. تبقيت انا عملت تحليل براز وعملت تحليل دم. لكن برضو بقيت كده على حاجة. هل انت عملت تحليل اه اه نسبة حديد في الدم ونقل البروتين اللي بيلتصق بالحديد. اتمنى ان تتعمليهم لان غالبا ابنك هيبقى عنده اه نقص حديد. وانقص البروتين الملتصق بالحديد. وده من الحاجات المهمة جدا اللي بتسبب ان الاطفال اه يبقى فقدان شهية. وحتلاقي ابنك برضو غير فقدان الشهية. تركيزه مش مش حلو اه وحركته اه كتيرة في البيت. فدي من الحاجات اللي بتقلق الامهات. فهنفضل نديره فيتامينات. وتعملي التحليل اللي قلتلك عليها. الفيتامينات زي ما انا قلت ممكن نديره الفروبيلا. اه الفروبيلا مهمة جدا. اه ندي الفروبيلا معلقة صغيرة يوميا لمدة تلات شهور. ومعها الفيتاميلا برضو معلقة صغيرة يوميا لمدة اه تلات شهور. وحناخد طبعا اه ممكن ندي نيوتريشيا. اه ندي شركة نيوتريشيا عاملة نيوتريني بودر درينك. بناخد عشر معالق خلال اليوم خلال اليوم على الميا على اللبن على الزبادي على اللازع الاكل على اي حاجة ياخدها المدة اه طلات شهور دي من الحاجات طبعا اللي حتساعد في زادة الوزن تدريجيا يعني خلال اه احنا هنشوف نتابع بقى الدكتور طبعا د见ت بتابع معها هنشوف معدل زيادة الوزن هنزيد خلال الشهر اه مسلا ربع كيلو من ربع كيلو نصف كيلو كل شهر ونشوف تدريجة زيادة الطفل معنا اه تدريجيا ودي مهمة جدا للطفل بنصح بايه للمناعة الفترة دية بنصح الاطفال بنصح بنرفع مناعة الاطفال ان احنا اهم حاجة اهم حاجة الرجوع الى البيت دي اهم حاجة بوجهها للامهات نرجع للبيت نرجع لأكل البيت مش عايزين ناكل من من برا البيت من الدكان من السوبر ماركت نرجع ناكل من البيت الاكل الصحي الاكل المفيد مهم جدا الام ترجع للبيت بتعمل طبق السلطة المهم جدا الغني بجميع الفيتامينات والمعادن للاطفال ونعوض الاطفال على طبق السلطة على الخضار على الرز على اللحوم والفراخ والاسماك اكل البيت بدل الاكل الفاست فود والاكلات السريعة اللي بتبقى الخارج اللي فيها طبعا المواد حافظة اللي ما بتبقاش جيدة جدا لصحة الطفل ولا مناعة الطفل بننصح بالفترة ديت اوميجا اا الاميجا طبعا من الحاجات المهمة جدا في حاجات كتيرة متوفرة اوميجا في السوق في شراب وفي جيليكولا وفي شكلة اوميجا في حاجات كتيرة بناخد اهم حاجة انت تتأكد ان هو بياخد من ربعمائة لخمسمائة اا مايكرو جرام في اليوم فبياخد كل يوم ربعمائة لخمسمائة في ايفاليكس شراب في اوميجا فيت خمسمائة ممكن فوار كيس على ربع كباية مية في اوميجا جيليكولا اوميجا تلاتة شيلد ممكن ياخد من قطع القطعاتين اا في اليوم في مارفيلة شكولاتة هياخد اا ممكن اا معلقة في اليوم طبعا كل دي حسب نشوف الطفل بتاعنا بيحب ايه ونديله الاوميجا اللي هي بترفع مناعة اا الاطفال بالاضافة طبعا نفضل لو نديله حاجات بترفع المناعة الفيتابيلا من حاجات المهمة جدا لنرفع المناعة لان فيها حديد وزنك ومجموعة فيتامين با وفيتامين سي وفيتامين اا والسيلينيام فالحاجات دي كلها بترفع مناعة الطفل وبتحسن مناعة الطفل وبتحسن كمان الطفل يبقى بيأكل اكل جيد وبتحسن الشهية عنده وده مهم جدا للاطفال افضل حاجة فتحة للشهية للاطفال يا دكتور افضل حاجة فتحة للشهية ان احنا نمنع الدكان يعني نمنع الدكان يعني نمنع السوبر باركت نرجع لأكل البيت دي من الحاجات المهمة جدا اللي هتفتح شهية الطفل ومن الحاجات الفتحة للشهية اا نديله فيتابيلا زي ما انا قلت فيتابيلا اا منتج محترب جدا اا مجموعة فيها حديد في زينك في سيلينيام في اا فيتامين با والحاجات دي مهمة جدا ان هي هتفتح شهية الطفل نديله من معلقة لمعلقتين اا في اليوم ونديهله لمدة اا تلات الى ست شهور بازن الله هنلاقي شهية الطفل اتفتحت وبقت اا شهيته جيدة جدا وبياكل معانا احسن وبرده عايزين نطمن عليه نعمل له اا نسبة اا صورة دم كاملة ونسبة حديد في الدم والبروتين الملتصق اا بالحديد عشان نطمن على اا شهية الطفل ونعمل له تحليل براز ايضا لان فيه اطفال كتيرة بين ضمن المشاكل ان بيبقى عندهم عصر هضم وعندهم ديدان ودي من الحاجات برضه اللي بتخلي الطفل بتفقده الشهية وبتبقى شهيته اا مش جيدة جدا اا طفل عد السنة وما طلعش غير سنة واحدة دي من قلقش منها عادي اا اهم حاجة ان الطفل نطمن ان هو اا حركته جيدة انتباهه جيد من لما نيجي نوقف وبيبتدي يوقف معانا طبعا ده من الحاجات المهمة جدا اا ممكن ندخل لابننا في هذا السؤال اللي سأله الزميل طبعا ممكن نددله كالسيبيلا كالسيبيلا مهمة جدا هناخد من معلقة لمعلقتين والكالسيبيلا هي عبارة عن كالسيام وفيتامين دال وفيتامين كتو ودول مهمين جدا التلاتة لنمو العظام عند الاطفال فيتامين كتو ده احدث حاجة ده اهم حاجة ان هو بيساعد امتصاص بيساعد امتصاص الكالسيام وفيتامين دال وبيساعد في تكوين العظام والمفاصل وبيحسن جدا العظام عند الاطفال طبعا بنأكد عليه مع التعرض لاشاعة الشمس هنتعرض لاشاعة الشمس زي ما قلنا من خمستاشر لعشرين دقيقة هنتعرض جدا من خمستاشر لعشرين دقيقة ما بين الساعة حداشر الصبح لتلاتة العصر بعض الهمات هتقول يا دكتور للشمس دي حامل لقاي دي الاشاعة النافعة المفيدة جدا يا ماما لاطفالنا عشان هي دي الاشاعة النافعة اللي بنهتم بيها اه في حد يقول لي ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا اه لو طفل اه اشتباه كورونا حضرتك تنصح الام بايه وايه فيتاميات لحضرتك بيترشح طيب هو لو طفل اشتباه كورونا احنا هنعمله تحاليل اه الاشتباه عشان نشوف هل عنده اه كورونا ولا ما عندوش اه كورونا طبعا لو الطفل عنده اشتباه كورونا يبقى بالتأكيد الاب والام اه كذلك اه عندهم اشتباه في البيت فنهتم جدا في الاطفال دول ان احنا نديله الزنك لان الزنك رافع للمناعة اه الفيتامين سي يبقى زنك وفيتامين سي اه فيتامين باه مهم جدا واختباهoughلاكتوفرم مهم جدا للطفل رافع مناعة الطفل ب chewing متمدية وتعالدده نديله بيتاميين دالتا وفيتاما بالدال العادي اه هياخذ ستة نواط او نديله فيتمين دالتا والنشط ايهما لو طفلنا ما بيتعرضش للشمس هناخد فيتامين دالتا لابنينا بيتعرض للشمس. يبقى هناخد فيتامين دال العادي آآ آآ ستة نقط لغاية آآ عشر آآ سنين. فدي الفيتاميات الزنك بننصح بيه ان الطفل ياخد الزنك وفيتامين دال وفيتامين بيه والحديد. طبعا الحاجات دي موجودة كلها في الفيتابيلا والفي الروبيلا والفيتامين سي مرضو موجود في المركب آآ الفيتابيلا وده مهم جدا ده كده بنهتم باطفالنا ونهتم طبعا ناخد خفض الحرارة وفيه آآ سخونية عند الطفل وطبعا نتابع مع الدكتور مختص عشان نتطمن على اطفالنا ونعمل له اشعة هنطمن هل وصل آآ لغاية السدر هل نطمن على نسبة الاكسوجين في الدم كل شوية كل يوم او يومين نطمن على نسبة الاكسوجين في دم الطفل لان لو تلاقينا نسبة الاكسوجين بتنزل عن تسعين في المية لا ده ابننا كده لا دخل في مرحلة آآ مرحلة خطيرة شوية لازم يبتدي يخش مستشفى وياخد اكسوجين ونهتم بيه والحمد لله يعني الاصابة يا جماعة في الاطفال قليلة جدا والحالات يعني بفضل الله عز وجل بتعدي بسيطة على الاطفال وربنا يحرص آآ اطفالنا من كل سوء وربنا يباركنا فيهم ابني سنة وثلاث شهور يا دكتور عنده انمية اديله ايه وايه يرفع آآ منعته طيب ابننا سنة وثلاث شهور عنده انمية آآ عنده انمية هنديله آآ فروبيلا نفضل ان احنا نديله الفروبيلا هيبقى معلقة الصبح ومعلقة بالليل لمدة آآ ثلاث شهور متصلة آآ ونديله معاها فيتابيلا كذلك معلقة يوميا لمدة آآ ثلاث شهور ده الاكل الفيتامينية طب انا عايز الاكل بقى عنده انمية يبقى هنديله بنجر الام هتطلب منك هتجيبله البنجر رايح هنسلقها وينقطحها له شرايح سلايتز وفياع ونبتدي نخليها كلها ممكن نعمله عصير بنجر مع الرمان ونحطوله معا آآ فراولة فيبقى طعمها مستصاغة عند آآ الطفل نديله الكبدة كبدة الكبدة البقري آآ نسلقها له ونعملها له ونقطحها له ونعملها له في سنده وتشات نديله الموز نديله التفاح نديله البلح والطمر آآ الامة بتدي تدهوله فده بيرفع مناعة بيرفع الحديد جدا عند الطفل ويخلي الطفل يتحسن الحديد عنده بالاضافة طبعا للفيتامينات الخارجية ايه يرفع مناعة? احنا قلنا الفيتابيلا من الحاجات اللي بترفع مناعة والاوميجا من الحاجات اللي بترفع المناعة وذكرنا الاوميجا بكزا انواعه اللي فيه اه ساشت وفيه جيليكولا وفيه اه شوكولات وفيه شراب وكلهم جيدين جدا للاطفال. يا دكتور ابن اختي ما بيمشيش مع انه تحليل الكالسيوم اه متاعه طبيعي. طيب هو تحليل الكالسيوم طبيعي لكن تحليل الفيتامين ده العامل ايه? ما ده اللي احنا عاوزين نسأل عليه. تحليل الفيتامين ده الجيد? ولا تحليل الفيتامين ده قليل? ففي النقطة ديت هناخد فيتامين ده. اه انا ما زاقيت ليش الام اللي سألت السؤال هو عمره قد ايه? ففيتامين ده لو اه اه تحت اه تحت فوق ستة شهور ممكن نديله اه فوق ستة شهور. ما بيمشيش ده معلش انا اسف. ده هيبقى عدة السنة. فنفضل ان احنا هنديله فيتامين ده النشط. في كزا نوع من انواع فيتامين ده النشطة مع آآ طبعا كالكالكاليسيوم كسبورت. لكن فيتامين ده النشط طبعا هو المهم جدا لان فيتامين ده النشط هو اللي هيحسن امتصاص الكالسيوم فيحسن امتصاص الكالسيوم فلما يحسن امتصاص الكالسيوم باذن الله الطفل لو خدوا لمدة اه تلاتة لستة شهور باذن الله الطفل حيبقى جيد جدا حيبقى طفل بيعرف باذن الله خلال شهر ونعرض للشمس وده بنأكد عليها ان احنا لازم نعرض للشمس من خمستاشر لعاشرين دقيقة من الساعة 11 للساعة 13 ده مهم جدا معرض للطفل لنا الشمس ونديله كالسيبيلة مع فيتامين درا النشط معلقة اه في اليوم او اه من معلقة المعلقتين لمدة اه تلت شهور والامة ما تقلقش خالص اللي ما يمشيش ان دينا بتبقى جيدة جدا اه معه. الناس بتشكر شكرا لحضراتكم جدا يا فندم شرفتونا ونورتونا. طفل عنده تلت سنوات عنده الهوموجلوبين تسعة. حضرتك يمشي على الفروبيلة لمدة قد ايه والجرعة قد ايه. هنمشي على الفروبيلة. اه لمدة اه تلت شهور هياخد معلقة الصبح معلقة صغيرة الصبح ومعلقة صغيرة بالليل. لمدة اه تلت شهور ده بيبقى جيد جدا للطفل عشان اه له. وبنأكد على التغذية. التغذية ثم التغذية ثم التغذية. ندي له موز ندي له طفاح ندي له بلح ندي له آآ البنجر. آآ ندي له الرومان مهم جدا. الاتنين ممكن نعملهم عصير. والام تدي له الطفل كباية الصبح وكباية بالليل. والكبدة. آآ الام تعمل له سانداوتش كبدة جيد جدا للطفل. ده هيبقى جيد جدا للطفل. وهيرفع له نسبة الحديد. وبازن الله الطفل يبقى جيد جدا. آآ دكتور التطعمات الفترة هي ضرورية ولا تتأجلى? التطعمات مهمة جدا جدا جدا. ونأكد عليها وبنأكد على التطعمات اللي هي في الوحدة. محدش يفوت اي تطعمات في الوحدة. التطعمات في الوحدة مهمة جدا. لازم نلتزم بيها. لازم نفوتهاش. وبننصح جدا في الفترة الاخيرة بالتطعمات الخارجية. التطعمات الخارجية آآ مهمة آآ التطعمات الخارجية مهمة جدا. اللي هو اه فيه تطعيم ضد الروتافيروس وده مهم جدا بننصح بيه. وفيه تطعيم ضد المكورات للتهابات الرئوية وده مهم جدا بننصح بيه. بيتاخد على عمر شهرين واربع شهور وست شهور بعد اسبوعين من التطعيم الاساسي. وبناخد جرعة تنشطية على السنة ونص. آآ هتقولي لي وتطعيم الفلوانزة الموسمية مهم جدا جدا جدا. ناخده على الشهر العاشر. في شهر عشرة في قبل ما يخش علينا الشتاء. بننصح ان الناس كلها تاخد هذا العام بالذات. بننصح الناس كلها انها تاخد تطعيم الفلوانزة الموسمية عشان نحمي نفسنا ونحمي اطفالنا ونرفع منعاتنا ونقول يا رب آآ معانا في الفترة القادمة. دكتور في الفترة دية الفيتابيلا اللي رفع المناع الجرعة الدية الطفل عنده آآ تلات سنوات وهي بتغني عن منتجات الزنك ولا لا. طيب آآ الفيتابيلا يا فندم هي من ضمن مكونات آآ مكونات الفيتابيلا نتكلم عليها الفيتابيلا فيها حديد فيها آآ زنك فيها فيها فيتامين بي فيها سيلينيان فيها فيتامين سي. فهي جيدة جدا ممتازة جدا فيها جميع الفيتامينات شوكلت وهو الطعم المحبب جدا للاطفال قلنا بالمايكرو تيكنولوجي وده مهم جدا هناخد منها دي ناخد انا انصح في الفترة اللي احنا فيها ديت ان احنا احنا ناخد معلقة الصبح ومعلقة آآ بالليل المعلقتين هناخدهم لمدة آآ تلات الى ست شهور لرفع مناعة اطفالنا في الفترة اللي احنا فيها وربنا يحمي اطفالنا يا رب ونحافظ على اطفالنا من كل سوق يا رب. مهم جدا الكورنفليكس آآ طبعا فيه سؤال حلو الكورنفليكس. الكورنفليكس من الحاجات المهمة جدا للاطفال لانها بتبقى غنية بالآآ فيتامينات وبنديها وجبه للافطار جيدة جدا وممكن نحط بنحطها باللبن ونحط عليها معلقة آآ عصر ابيض يبقى مهمة جدا للطفل وممكن نحط معاها آآ فيتاميلا شكولاتة معلقة شوكولات تبقى فيها فيتامين با وفيها زنك وفيها آآ حديد فتبقى مهمة جدا للطفل بتخلي الطعم كمانا هيبقى الطعمه مستصغ للطفل والطفل هيحبه جدا والاطفال بتحب الشوكولاتة جدا فبتبقى الشوكولاتة بالنسبة لاطفال محببة جدا مع الكورنفليكس آآ موضوع آآ اشتباه كورونا في مشكلة في الرضاعة الطبيعية ولا لا بصي هو الموضوع ده شائق شوية وفيه كذا آراء آآ يعني فيه آراء قالت ان هو الفيروس دلوقتي بيقى بيتنشر عن طريق الهواء فممكن يعني ناخد الاجراءات الاحترازية جدا الأمم ممكن تردع بس تبقى لابسة آآ ماسك واقي جدا ليها وآآ طبعا غسلة ديها كويس جدا بالمية والصابون وما تحاولش تلمس آآ آآ وشها وبتبقى اغدى الفيتامينات بتاعتها الزينك واغدى فيتامين سي واغدى فيتامين دال واغدى لكتوفرن واغدى حديد وبتتغزة تغزية جيدة ومتطمنين عليها طبعا لو فيه ادوية طبعا خارجية بتبقى كاتبها لها الزملاء الافاضل آآ طباء البطنة تبقى ماشي عليها وتكمل على الرضاعة الطبيعية وباذن الله ما يحصلش اي مشكلة طيب يا دكتور عايزين منتج يزود اللبن عند الامهات فيه منتج مهم جدا من شركة ديفرتلاب عاملها آآ البريستو البريستو منتج جيد جدا عامل زي التوفي ممكن تاخد الام من قطعة لقطعتين آآ في اليوم لمدة آآ تلات شهور وبأكد على حاجات كتيرة برضو مع البريستو ان احنا التغزية الجيدة للام يعني ايه التغزية الجيدة للام يعني انا بنصح الام الام اللي بتردع الطفل لو سمحتي عاوزك تشربي مية كافية جدا 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 ليك يعني ايه تشربي مية كافية تشربي من تلاتة الاربعة لتري في اليوم بتشربي سويل آآ حلبة من حاجات المدرة للبن العسل لسود من حاجات المدرة آآ للبن سبع طمرات او سبع بلحات آآ صباحا ومساءا دي بتبقى مهمة جدا ليكي الفجل الخاص الجرجير الأسماك الحاجات الطبيعية المكسرات الفول السوداني الحاجات دي حلوة جدا يا جماعة وبتحسن آآ بتنشط الغدد اللبنية عشان تفرز اللبن مع بالاضافة للبريستو يبقى التخزية الجيدة مع الحاجات دي كلها بتبقى حاجة جيدة جدا وبإذن الله احنا بتشجع الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية هي الاساس الرضاعة الطبيعية هي اللي بتحمينا من دميع المخاطر آآ وما لها من فوائد لا تعد ولا تحسن حضرتك تنصح بإيه ساعد على الرضاعة الطبيعية عند الام احنا قلنا آآ بننصح بيه البريستو مع التخزية آآ الجيدة معلش يا دكتور انا سألت كتير الام تاخذ تاخد ايه عشان الرضاعة آآ الطبيعية ما احنا قلنا التخزية الجيدة للام آآ التخزية الجيدة للام آآ مهمة جدا هي دي اللي هتشجع آآ الرضاعة الطبيعية ومن ضمن الحاجات اللي بتشجع الرضاعة الطبيعية قلنا البرستو آآ كاتوفي آآ بيشجع الرضاعة الطبيعية بناخد آآ قلنا من واحدة لاتنين آآ من قطعة لقطعتين في اليوم دول بيزودوا الرضاعة الطبيعية جدا عند آآ الام بالاضافة للتخزية الجيدة وإحنا صغرنا التخزية الجيدة وده بيشجع جدا الرضاعة الطبيعية وبيخلي الرضاعة الطبيعية جيدة جدا وبيبقى الطفل يعني بيزيد الرضاعة الطبيعية بتخلي الطفل ملتصق بولدته اكتر ملتصق وهذا الالتصاق بالولدة بينطق شعور ويعني حاجة ربانية بترفع مناعة الطفل بتخلي صحة الطفل جيدة وبترفع مناعته جدا معلش يا دكتوري ينفع الطفل ياخد الفروبيلة على زبادي او هيش اه ممكن نحطوله على زبادي ونقلبها له ممكن نعملها له في سندويتش وياقودها الطفل يبقى طعمها حلو جدا ومستصاغ للطفل وده مهم جدا الفروبيلة كحديد للاطفال حنتكلم عليها بكلام مختصر ان احنا نيجي على عمر السنة ناخد من معلقة المعلقتين للاطفال لو طفل ما عندوش نقص حديد ياخد معلقة لو تلاقينا الطفل بالتحديد تلاقينا عندو نقص حديد ناخد معلقتين في اليوم هنستمر عليهم لمدة تلت شهور وده مهم جدا الفيتابيلا لقى كعنصر فاتح للشهية من معلقة لمعلقتين من معلقة صغيرة من معلقة صغيرة لمعلقتين صغيرين من عمر السنة لاربع سنين ومن اربع سنين لعشر سنين من معلقة كبيرة من معلقة لمعلقتين كبر ولو الاطفال على عمر سنة بنحب نديله يعني كالسيام كمساعد حننصح به الكالسي فيلا وممكن نديه الأطفال على العمر 9 شهور ندهاله فوسط السريلاك بتاعه فوسط الأكل بتاعه ياخد معلقة ويبقى ده جيد جدا وفوق السنة كذلك نديله من معلقة لمعلقتين حتى حتى عمر أربع سنوات ودول كافين جدا يعني ما بنفضلش كالسيام بعد كده لأن لو اتلاقينا بقى بالتحاليل عملنا تحاليل كالسيام واتلاقينا الطفل عنده مشكلة لأن نبتدي نكمل على الكالسيام نخليها بقى معلقة كبيرة من معلقة المعلقتين ونشوف نتابع تحليل الكالسيام وتحليل فيتامين دال وده مهم جدا للأطفال ونتابعه ونشوف نهتم بعظام أطفالنا لأن احنا لو عملنا بنية جيدة لطفلنا واتمنا بالفيتامين دال وبالكالسيام وبصحة الطفل الطفل هتلاقي صحات الأطفال جيدة والعظام جيدة وصحاته جيدة وبيلعب كويس وبيجري وبنهتم بأطفالنا جيدة من الحاجات اللي بترفع مناعة الأطفال احنا قلنا الأوميجا وتكلمنا على الأوميجا والأوميجا طبعا من الحاجات المهمة جدا 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 دي سؤال جالنا هو تاني وأخوه خد منها السؤال دكتور لو طفل عنده أنيميا نقصة حديد تمام وبياخد في الروبيلة طبعا عنده نقصة حديد يبقى احنا بننصح لو الطفل من سنة لأربع سنين هياخد معلقة صغيرة مرتين في اليوم لو فوق أربع سنين هياخد معلقة كبيرة مرتين في اليوم لمدة تلات شهور متصلة وقلنا التغذية اللي تبقى معها ايه وذكرناها فيما سبق وأخوه خد منها فيها مشكلة خالص مفيش أي مشكلة خالص لو أخوه خد منها لأن دي مفيش مشكلة خالص دي مجموعة فيتامينات بتبقى رفعة لمناعة الطفل وبتحسن الطفل ويريت أخو ياخد منها يبقى البيت كله ياخد منها مفيش مشكلة خالص لو سمحت يا دكتور حضرتك بتنصح بمكمل الأطفال اللي عندهم نقص كالسيوم طفل عنده نقص كالسيوم لو قلنا الطفل فوق من سنة للثلاث سنوات أهم حاجة بنصح يبقى الكلسيوم من احنا نعمله تحليل فيتامين دي عشان نشوف هل فيتامين دي الأولي عند الطفل لو فيتامين دي الأولي عند الطفل هناخد فيتامين دي مع الكالسيوم فممكن ناخد فيتامين دي نشط فيه كذا مركبات فيتامين دي نشطة في السوق متعددة بناخد يعني مثلا لو طفل وزنه عشرة كيلو ونفضل نديله من خمس لسبع نواقات من فيتامين دي المشط فيه أنواع كتيرة في ألفا كارينو ألفا كالسيدول وان ألفا ألفا بونيت كذا نوع من هزي الأنواع أنواع متعددة وناخد معها كالسيبيلا أن الكالسيبيلا فيه حاجة مهمة جدا هو فيتامين كي تو مع فيتامين دي مع الكالسيوم ويفضل أن احنا نديها زي ما احنا قلنا من معلقة لمعلقتين لو من سنة لتلات سنين بقى معلقة صغيرة صبح وبالليل لمدة تلات شغول لو فوق أربع سنين بقى ناخد معلقة كبيرة أنا في انتظار أسئلتكو مش عرفيننا جدا وفي انتظار الأسئلة بتاعتكو وإحنا معاكو نتكلم على الحاجات اللي ترفع مناعة الطفل رفع مناعة الطفل في الفترة اللي احنا فيها فترة صعبة شوية فترة ربنا يعني يعيني الأمهات ويعيني الأسر وربنا يبقى معانا جدا ونرفع مناعة الأطفال من الحاجات المهمة اللي احنا نهتم بها في رفع المناعة الزنك عنصر الزنك من العناصر المهمة جدا لرافع مناعة الطفل الزنك بيخش في جميع خلايا الجسم لو طفل عنده مشاكل في الجهاز التنفسي بننصح ان هو ياخد الزنك لو طفل عنده مشاكل في الجهاز الهضني وعنده اسهال متكرر بننصح طبعا بالزنك لمدة 14 يوم متواصل تمام لو طفل عنده اي مشاكل فارط الحركة وتشتت الانتباه بننصح بعنصر الزنك الزنك بيخش في جميع خلايا الجسم بيخش فيه تركيب الشبكية بيخش فيه تحسين الشبكية في تحسين الرؤية في داخل الخلايا فبيحسد الخلايا جدا الزنك موجود فيه المكسرات موجود فيه الاسماك الدهنية زي السلمون السردين التونة فده مهم موجود فيها الاسماك موجود في الاسماك موجود فيه المكسرات موجود فيه اللحوم موجود فيه الاسماك فيه سؤال جلنا نجاوب عليها جماعة تطعيم الدول يا دكتور لازم يسيب علامة ولا لأطبع لازم يسيب علامة طيب لو تلاقينا العلامة ما ظهرتش خلال آآ ستة شهور طيب حنعمل يا دكتور ولا حاجة ما منقلقش حنستنى كمان شهرين ثلاثة لو تلاقينا ما ظهرتش علامة بنروح آآ أقرب مستشفى آآ صدر وبنعمل تحليل هم هناك بيعملوه لو ما ظهرش آآ علامة بناخد آآ جرعة أخرى وما فيش أي مشكلة خالص للأطفال الفيتابيلا يا دكتور الطفل يمشي عليها قد إيه الفترة دي علشان المناعة يمشي عليها الطفل يا جماعة من ثلاثة إلى ستة شهور من ثلاثة إلى ستة شهور وإحنا قلنا حياخد لو طفل من سنة إلى آآ أربع سنوات حياخد معلقة صغيرة من مرة لمرتين في اليوم لو فوق لمدة ثلاثة شهور لو طفل فوق الأربع سنوات ياخد معلقة كبيرة من مرة لمرتين لمدة آآ تلاثة شهور نتكلم على حاجة مهمة جدا وهي يعني مهمة جدا في الفترة الأخيرة هو اللاكتوفرن اللي هو اللباء واللاكتوفرن ده مهم جدا لأن اللاكتوفرن له فواية كتيرة وحاجات مهمة جدا للجسم طيب اللاكتوفرن وعشان دي هتبقى معلومة فجأة ومهمة جدا نأكد عن رضاعة الطبيعية بيها إن اللاكتوفرن هو موجود في لبن السرسوب عند الأم في اللباء لبن السرسوب موجود في الألبان اللي هي الأم لبن السديات يعني موجود في لبن الأم يعني لبن الأم موجود في لكتوفرن في لبن السرسوب فده مهم جدا للأمهات عشان نقول للأم شوفي فايدة الرضاعة الطبيعية فايدة الرضاعة الطبيعية لا تعد ولا تحصى فاللاكتوفرن مهم جدا اللاكتوفيرن في الفترة الأخيرة من الحاجات المهمة جدا لأن اللاكتوفيرن هو عاشق للحديد عاشق للحديد بيتلاقى الحديد بيلتصق بالحديد بيروح عند الأمعاء بيحسن امتصاص الحديد فيفضل ان احنا تاخده في الفترة دية ناخده مع الشراب الحديد أو مع مركب الشغلة اللي فيه الحديد لأنه مهم جدا جدا اللاكتوفيرن اللاكتوفيرن بيحسن امتصاص الحديد وفيه حاجات كتيرة مركبات كتيرة اللاكتوفيرن في السوق وهي الساشط فيها الساشط طب نكمل كلام على اللاكتوفيرن بعد السؤال اللي دخلنا دلوقتي بنتي 4 شهور و 6 شهور مش بتاكل أي نوع جبنا 4 سنين و 6 شهور مش بتاكل أي نوع جبنا خالص بس ممكن تشرب لبن ممكن ده يقصر على تغذية تخصوها ان الفطر بيبقى يبقى بيض بطاطس وأحيانا تونة لكن جبنا لأ ده عادي مفيش مشكلة يعني هي بتاخد لبن وده كويس جدا بتاخد بيض وده كويس جدا فيه فيتامين دال وفيه كالسيوم الجبن نحاول بقى الجبن نحاول نغيرها لها يعني ايه نغيرها لها يعني ممكن نقللها البيض ونحط لها معاها جبنة نستوفة يبقى طعمها مستصغل الطفل ممكن نعمل لها سندوتش جبنة ونحطه لها في الفرن فيبقى مقرمش شوية فتحبه يبقى الجبنة سيحة فتحبه الطفل فيبقى طعمه مستصاغ لها شوية فنغير بدل شكل الجبنة ممكن نعمل لها جبنة بيضة وطماطم فيبقى طعمها حلو للطفل فدي تبقى حاجة متغيرة للطفل فيبقى الطفل يتعود عليها ممكن نعمل لها الجبن صوابع ونقلها لها فتحبها جدا برضو هي مقلية فيبقى طعمها مستصغل للطفل ويبقى طعمها حلو جدا للطفل نرجع ليه اللاكتوفرين وهي قولنا فويده اللاكتوفرين بيخش فيه نمو العظام بيحسن نمو العظام بيخش في نمو المفاصل بيخش في تكوين الخلايا الانسجة للجهاز التنفسي بيخش في جميع الخلايا اللاكتوفرين من الحاجات المهمة جدا لرفع المناعة دكتور هلينفع فروبيلا لحد مناعته ضعيفة جدا وعنده أنيمية حدة بس عنده 19 سنة يعني الفروبيلا مش هتبقى معاها مفيدة جدا في هذا العمر ممكن ياخد حاجات أكتر من كده وخصى أنه عنده 19 سنة فييبقى حاجات أعلى من كده للكبار فهو الدكتور الباطني طبعا الزميل هو يبقى أكدر مننا على هذا الرد على هذا السؤال نرجع لللاكتوفرين وفويده وهو عاشق للحديد وهو بيمتص للحديد وبيحسن جدا امتصاص الحديد ومهم جدا خصويا اللاكتوفرين دخل في بروتوكول كمال الكورونا فبيرفع المناعة جدا 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 عند الأطفال يعني أنا في انتصار أسكليتكو بتالي إحنا كده اتكلمنا على تغذية الطفل واتكلمنا عليها من الأول خالص على الرضاعة الطبيعية والفيتامينات وإدخال الفيتامينات وإزاي الفيتامينات تبقى جيدة واتكلمنا عليها الحديد وفيتامين دال والكالسيوم من ضمن الحاجات اللي احنا بنأكد عليها برضو على الشهر الخامس السادس إن احنا ندخل عصاير يا جماعة ندخل عصير الطفاح عصير الرمان عصير الطفاح عصير الرمان ندخل للطفل العصير البرتقان دي بيبقى حاجات جيدة جدا عصير الطماطم بناخد من خمسين سمت الميت سمت في اليوم ده مهم جدا نعوضه على شرب العصير طبعا اللي هم هتسألني يا دكتور طب نحط سكر لا 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 مفيش لها سكر ولا أي حاجة يعني نعوض الطفل إن ياخد كل حاجة طبيعية أورجانيك بطبيعتها عشان يتعود عليها طبعا ممنوع ندخل السمين الأبيضين لها سكر ولا عسل في أول السن لو سمحت يا دكتور ممكن أدي برافوتين مع فيتاماونت شراب تمام يا فندم وده اللي احنا قلنا اتكلمنا عليه البرافوتين هو الاكتوفيرن هو العاشق للحديد والفيتاماونت في حديد فيبقى كده الديت الاتنين مع بعض ممتاز جدا الاتنين يكملوا بعض ونستمر عليهم من ثلاث إلى ست شهور حيبقوا جيدين جدا جدا للأطفال نرجع تاني للتخزيط الطفل قلنا العصير مهمة جدا في سؤال طبعا بيتبادر كتير عند الأمهات طب ندخل عسل ولا ما ندخلش عسل طب العسل يا دكتور لا احنا بنفضل العسل يعني في بعض الناس قالك العسل ما فيش في المشكلة وفي بعض الناس قالوا لا العسل بنفضل ان احنا ندخله بعد سنة للأطفال مرفع مناعة الأطفال دكتور لو سمحت طب في الروبيلا ده لحد سن كام في الروبيلا احنا ممكن نديه لغاية عشرة واثناشر سنة ما فيش ناخد معلقة كبيرة من مرة لمرتين في اليوم ولو ندينا معاه كمان لكتوفيرن ده احنا حسلنا منتصاص الحديد والمدة لتلات لستة شهور دكتور منتجات الزينك اه طبعا منتجات الزينك للأسف مش متوفرة بس يعني للأطفال متوفرة الشرب اه مش موجودة الفترة دي هل الفيتابيلا بتغني عنها الفيتابيلا بتغني عنها الفيتابيلا لان الفيتابيلا فيها حديد وفيها زينك وفيها فيتامين با فيها فيتامين سي وفيها سلينيا تغني جدا عنها وناخد منها من معلقة لمعلقتين لمدة من تلت الى ست شهور ودوى بيبقى مكمل غزائي جيد جدا للاطفال اه في ناس بتشكرنا شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا ربنا ايبار فيكم ويا رب تبقى يعني القعدة بتاعتنا خفيفة عليكم وتكون جيدة لكم جدا. اه اتمنى ان انا يعني اكون اه كنت اه ضيف خفيف عليكم خلال الساعة ديت. اه طفيس اوال ده خلينا تاني هو. الاكتوفير ينفع يتاخد مع الفيروبيلا يا دكتور. اه طبعا ااكد تمام. الفيروبيلا هو حديد وزنك. اه ممتاز جدا. وهناخد من معلقة لمعلقتين زي ما احنا قلنا لمدة من ثلاثة لستة شهور. وناخد معها لاكتوفيرن كيس اه في اليوم على ربع كباية مية او لابن او عصير او اه زبادي كيس اه في اليوم للاطفال. وده مهم جدا اللي اكتوفيرن معاه. هيحسن امتصاص الحديد. وهيدينا نتيجة ممتازة جدا. وهيرفع شهية الاطفال ويخلي الطفلان بياكل وصحته جيدة ومنعته جيدة ويبقى اطفالنا بصحة جيدة اه جدا. احنا احنا معاكم وفي امتظار اه اسئلتكم ومشارفيننا ومنورنا ونتمنى ان احنا نكون يعني اه اه ضيف خفيف عليكم و اه ما اسقل نقومش ويدناكم معلومات اه افادتكم جدا. و اه في الختم بنشكر شركة اه ديفر تلاب ان هي قتحت لنا ان احنا خلال اه ساعة نبقى ضيوف اه عزاز وخفاف عليكم ونشكرها جدا هي قتحت لنا هذا اه الوقت و اه نتمنى لكم الشفاء ونتمنى اطفالنا يبقوا بصحة جيدة ومعافين جدا و اه نشكركم وشكرا جزيلا لكم.